ازايكم يا بنات عاملين ايه؟ النهاردة معانا حل سريع وبسيط ومكونات ومتواجدة اعتقد في كل البيوت اه طيب يلا بينا نبدأ اه كتير مننا بيعاني من موضوع الشعر المكفون تحت الجلد او جلد الوزة طيب ازاي نتخلص من موضوع ده؟ لان الموضوع ده يعني بيعمل حرك شديد جدا طبعا للمتزوجات وبيدي منظر عام كده للرجل بيبقى مش لطيف خالص اه مكان بصيلة الشعر بيكون لونه محمر بسيط اه الجلد نفسه بيكون خشن طيب نتخلص من موضوع ازاي؟ الموضوع ده ازاي؟ باتنين من المكونات البساط جدا جدا معانا هنا ده ملح طعام ملح عادي ملح بتاع الاكل بتاعنا اهو نجيب معلقتين من الشاي وحطهم هنا تمام؟ معانا هنا زيت جوز الهند الطبيعي اعتقد برضه ان هو متوفر يعني عند كل العطارين وسهل ان انت تجيبهم من الشرط ده يعني طب بعد كده نعمل ايه؟ ناخد معلقتين من زيت جوز الهند ده ونحطه على الملح ده معلقة اتنين بعدين نعجنهم كويس هنعجنهم كويس جدا يبقوا شبه الرمل المبلول كده خلاص طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ خلاص بقى شبه الرمل المبلول هاخد شوية من المكونات الموجودة عندي دي وهاجي على المكان مثلا ولكن انا هعمل في المنطقة دي في رجلي وافرج بحركة دائرية بحركة دائرية واضغط في الفرق وانا بفرج كده اضغط بشكل دائري وجامد جدا تمام؟ خلاص انا خلصت هاخسل ايديا عفوا هاخسل رجلي كويس عشان الزيوت اللي موجودة دلوقتي عشان زيت جوز الهند ما بقاش لو اصهر على رجلي طب انا خلصت دلوقتي انا خلصت وغسلت ايديا هعمل ايه بعد كده؟ هيجي دور الكريم المرتب هرطب باي كريم عندي اي كريم مرتب عندي هرطب بيه؟ عندي زيت بيب اويل ينفع جدا في الترطيب برضو بيكون رائع استمر على الموضوع ده لمدة شهر ان شاء الله يعني مش هتعيني خالص من موضوع الشعر المدفون هتقدر بعد كده لو انت بتستخدم السويت مش هتلاقي اي حاجة بتستخدم البراون برضو الموضوع هيبقى سهل وبسيط ولكن اهم حاجة الاستمرارية والمدومة المكونات بسيطة وسهلة اتمنى الفيديو يكون عجبكم متنسوش تعملوه لايك وسبسكرايب مع السلامة